بعض الفنانين العرب والمثقفين يمكن حلم حياتهم أنهم يكونوا على أرض فلسطين وأقصد كل فلسطين فلسطين التاريخية البعض يتبنى وجهة النظر تحت عنوان التطبيع البعض الآخر لا يوجد حدود للتطبيع في حياته وتصرفاته مدام فكره نقي وقصده وطني وفي ناس ترى أن هذا الموضوع كتطبيع نسبي يعني بالوسط أنا لو رحت هناك أنا لا أطبع ولكن انت ماهيت هذا هو تطبيع فيه آراء مختلفة أنا بعتقد علينا أن نحترم كل الآراء وبالأخير الإنسان بيعمل اللي بيشوفه مناسب ولكن إحنا دائما مع الصفاء الوطني والنية الوطنية السليمة ولكن رسالتك لهؤلاء الفنانين اللي هم يحابين أي فنانين هم تحكي أنت العرب عرب بشكل عام وحابين أنهم يروحوا وفي معويقات شرحتها أنا ما بسأل هذا السؤال الآن بس عشان أعبي الهوى أنا بسأله لأنه كان في حالة مهمة عند أهلنا في الداخل علموا العالم في الأحداث الأخيرة تبع تغزة ومن هنا بيجي سؤالي خليني أحكي أنا ما بديش أدخل بشكل عميق على مفهوم التطبيع لا لا نتركوا هذا جدلي وأنا ما قصدته وأصلا مشروع التطبيع فشل وعم يفشل لأنه إحنا بنعرف في عدة دول عام للتطبيع وما في يعني تبادل ثقافي بيننا بين الشعبين شوف أنا بدي أقول باختصار شديد أنه الذي يعاني من التطبيع فعلا هم فلسطينيتنا وأهلنا في فلسطينة تاريخية حيفا ويافا فلسطينة اللي بيقولوا عنها التمانية وأربعين لأنه لولا صمود هدول الناس تسعمائة ألف فلسطيني طردوا من حيفا ومن فلسطينة تاريخية بقي مية وخمسين ألف فلسطيني لولا وجودهم وصمودهم ما كنا إحنا موجودين لليوم هدولا المية وخمسين ألف فلسطيني أصبحوا من أهم الناس في المجتمع تبعهم دكاترا ومهندسين وعلماء وأساتذة ومعلمين هدولا مشكلتهم أنه غير مقبولين عربيا بينقال عنهم إسرائيليين وانفقدت الثقة فيهم فقط لأنه معهم باسبور إسرائيلي وهذا الباسبور ما عندهم مش غيره أنه يحملوه وغير مقبولين إسرائيليا يعاملوا second class citizens أو third أو fourth أو fifth class citizens ولا هدول قبلينهم ولا هدول قبلينهم والتعامل معهم عليه دائما علامة سؤال كفى بس شفنا أنهم دافعوا عن هويتهم بشراصة هم مش بس دافعوا عن هويتهم بشراصة هم دافعوا عن هويتهم باللحظة بدافعوا على صفة السيارة على موعد الدكتور على الأكل بمطعم بكل إشي هم في حالة دفاع عن النفس 24 ساعة من القبع اللي عليهم ومن العنصرية اللي موجودة عليهم إيش أنا لما أروح على حيفة أعمل مسرحيتي عم بطبع أنا؟ طب ما هدول أهلنا ناسنا إيش لما ييجوا على البلاد العربية فقط لأنهم بحملوا باسبور إسرائيلي بقولوا عنهم ما منقدر ندخلهم المسابقات لأنه إسرائيليين إيش هالظلم